إلى مجموعة الأخبار المتنوعة حذرت الأمم المتحدة من احتمال وقوع فيضانات عارمة في سوريا جراء الانهيار الوشيك لسد الفراد بسبب ارتفاع قياسي لمنسوب مياهه وأثرت منظمة الأمم المتحدة تقريرا جاء فيه أن منسوب المياه في بحيرة الأسد الاصطناعية خلف سد الطبقة ارتفع لنحو 10 أمتار مأدى لتسريب المياه من المنسوب الآمن للبحيرة وأداف التقرير أن هذا الارتفاع الفائق لمياه السد نجم جزئيا عن تساقط الأمطار وثلوج بغزارة في المنطقة إلى جانب تخريب تنظيم الدولة للبنية التحتية الحيوية قبل انسحابه من المنطقة إضافة للضربات الجوية التي شنها طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على منطقة الطبقة الأمر الذي ألحق أدرارا بمدخل السد حول هذا الموضوع ينضم إلينا جلال الحمد مدير مرصد العدالة من أجل حياة من الحدود السورية التركية أعلم بك سيد جلال تحذيرات الأمم المتحدة اليوم تنظر بخطر حقيقي قد يقع في حال استمر الوضع على ما هو عليه في سد الفرات يعني كيف تقيمونها الوضع نعم مساء الخير الحقيقة هذه التحذيرات لا تنظر بخطر عادي وخطر وهو كارثة حقيقية في حال استمر الحال على ما هو عليه وفي حال تضاعف الخلل الموجود حاليا في سد الطبقة طبعا منذ عام 2013 عندما استهدف النظام السوري بطائراته وصواريخه محيط السد وحتى الآن والتحذيرات مستمرة من قبل النشطاء السوريين وخصوصا نشطاء المنطقة نشطاء مدينة الرقة من أنها خللا ما حدث داخل في هذا السد وفي جسم هذا السد أن هناك إصابات مباشرة في جسم سد الطبقة طبعا آخرها كانت هو القصف العنيف من قبل طائرات يرجح أنها للتحالف عندما استهدفت مداخل الطرق المؤدية إلى هذا السد ما أدى إلى حدوث ضغط كبير على السد أجبر القائمين على السد وهم تابعون أو محكومون من قبل تنظيم الدولة الداعش على فتح عدد من العنفات لتخفيف هذا الضغط طبعا هذه العملية أدت إلى طيب الآن مدى ارتفاع المياه الآن عن المستوى الطبيعي نعم ارتفاع المياه الآن هو عدة هناك تقديرات تقول إلى أنه أكثر من 7 أو 8 أمتار وهذا ارتفاع كبير جدا طبعا أولا أدى إلى غمر عدد كبير مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية المجاورة للسد ثانيا إذا استمرها ارتفاع هذا المنسوب يعني دعينا نتكلم عن محافظة ديريزور التي انهارت فيها كل الجسور نتيجة القصف في الفترة الأخيرة فارتفاع هذا المنسوب يعني انقطاع الصلة أو إمكانية التنقل تماما بين ظفتي الفرات المدنيون الآن يتنقلون بعد انهيار الجسور عبر العبارات بين ظفتي النهر الآن إذا استمر هذا الارتفاع يعني احتمال كبير انقطاع هذه القدرة أو هذه الإمكانية في التنقل وبالتالي سينعكس هذا بشكل سلبي على الحياء اليومية للمدنيين ما يهدد طبعا المدنيين في محافظة ديريزور والرقابة بشكل مباشر شكرا لك جلال الحمد مدير برصد العدالة من أجل حياة حدثنا من الحدود السورية التركية أكدت مصادر رسمية في إقليم كردستان العراق أن شابا وفتاة من مناصري حزب العمال الكردستانية البيكيكي أقدما على تفجير نفسهما في مخيم مخمور في ذكرى سنوية لا تقال عبدالله أجلان وقال جمال مرتكا مسؤول قوات البشمرقة في محور مخمور في تصريحا لموقع الحزب الديمقراطي الكردستاني إن شابا أقدم على تفجير نفسه بمناثبة الذكرى السنوية لا تقال أجلان كما أقدمت فتاة أيضا على تفجير نفسها لذات السبب مضيفا أن التفجيرات لم تكن إرهابية قالت ميساء غانم أرمالة الضابط العامل في صفوف النظام والذي قتله سليمان هلال الأسد قبل نحو عامين بسبب تجاوزه بسيارته في أحد شوارع لذقية قالت إن النظام أرسل وأصطات طلبوا منها التنازل عن حقها مقابل اعتراف النظام باستشهاد زوجها والاعتراف بها كزوجة شهيد وإعطائها امتيازات وطاوضات منوهة إلى أن مكتب الشهداء لم يعترف مقتل زوجها وأنه لا يوجد اسم له في المكتب حتى إن اسمه لم يقترح كشهيد ولم تقدم لهم حكومة النظام أي دعم سواء مدي أو معنوي مؤكدة أنها لم تتنازل عن حقها بمحاكمة قاتل زوجها ولن تفاوض أحدا في ذلك ختم حلقة اليوم من هنا سوريا شكرا على المتابعة وإلى اللقاء